بسم الله شايفة يا برج التور انه امورك الصحية جيدة في شعور بالشباب بالصحة برد النظر عن عمرك سواء كنت كبير او صغير في منكم اللي رح يبدأ بنظام غدائي جديد لصحته وكذلك عم شوف في ناس منكم توقفوا عن ممارسة الرياضة فالورقة تدعوك للعودة لممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة انك تعمل انشطة رياضية تتسلق الجبل شغلات هيك كذلك يجب على بعضكم يا برج التور انه يغير الاطعمة المصنعة ويستغنى عن الوجبات السريعة لانها عم تضرب صحته خطوصا بالنسبة للنساء اللي عندهم مشاكل هرمونية كذلك الورقة هذه هي مؤشر على اخبار سارة فيما يخص صحة اذا كانش حدا عم يتابع الطبيب او عم يستنى حمل او ولادة فهي اخبار سارة كذلك تشير هاد الاوراق اللي طلعت لكم يا برج التور الى تعافي سريع من اصابة او مرض او نشاط بدني كبير فيجب اتباع حمية او نظام غدائي جيد يتماشى مع جسدك اللي كي تحصل على نتائل سريعة كذلك ممكن تشير يعني احيانا لحالة الطوارئ وشيكا تحتاج منك الى تدخل سريع كذلك في منكن يعني اللي راح توصلوا اخبار حلوة عن حمل كان عم ينتظرها من مدة وهي اخبار يعني سارة كذلك عم شوف يا برج التور انه في منكن اللي عم بعاني من ضغوطات نفسية نفسية وتعبان هيك نفسيا من علاقة يعني علاقات سواء كانت مع الاسرة ولكن انا شايفة اكتر انك بتحب حدا يعني منفصل عنه يعني الشيء وعم تستنى اخبار سارة منه رسالة هيك شغلة هيك عاطيني الورق فان شاء الله راح يكون خير يا برج التور اما فيما يخص العمل انا عم حاولي كون سريعة فيما يخص العمل يا برج التور عم شوف شوية خداع ساير في بيئة العمل حواليك يا برج التور في بعض الزملاء يعني من حولك يحاولون نشر الاكاديبي خلف او سرقة مشاريعك او افكارك او حتى ممكن يكون اصدقائك متورطين في اشياء وانت لا تعلم فالورق التارو بيقلك انت لازم تستخدم قدراتك على التكييف الحيلة والمرونة والذكاء الحاد لصدع نفسك في مقدمة اللعبة ايا كانت قال عندي ورقة يعني الصرقة فانت يا برج التور يعني كن حذر من الصرقة الورق التارو بيقلك كن حذر من الصرقة او السطو والاحتيال او انك تراهن بفلوسك يعني بشغلة او باستثمار في الوقت هذا كذلك ورقة التارو بيقلك انه انت يعني شخص لائق لمهن التمريد والرعاية الفن الاستشارة يعني التشافي يعني في مجال الابداع والموضع وكذلك يحذرك من الدخول في صفقات مالية معقدة فهذا هو الوقت المناسب لتتطلع لمنصب جديد يليق بك فيجب عليك ان تكون ذكيا وان تبحث عن فرص فاذا انتهزت الفرصة وعملت بجد فستجني اكثر مما انت تعتقد يا برج الدور وفي منكم كذلك اللي عم بيدور عشغل فالتارو بيقلك في فرص جاية بطريقك فقط كن مستعدا لها هذا فيما يخص العمل الحين سوف نمر بسرعة الى الاسرة في منكم يعني قبل ما مر للأسرة في منكم اللي زعلان يعني في مجال العمل يعني كأنه مش راضي عن العمل كأنه مش لاقي عمل عم شوفه يعني زعلان وكأنه مش لاقي عم بيدور ومش لاقي عمل وعم بيدعي الله كرمال يعني انه يلاقي شغل بيليق بيه شخصيا ويكون مرتاح فيه أما فيما يخص الاسرة يا برج الدور ففيما يخص الاسرة يا برج الدور في منكم اللي حاسس عم شوفه حاسس بالثقة والأمان في علاقاته رغم يعني انك عملت شغلات كثيرة للوصول الى هذه النقطة فمنكم اللي أم في منكم اللي هو بينتمي الاسرة عم شوفكم أشخاص رائعين كذلك في منكم اللي عندو مشاكل بالعيلي كأنه الناس اللي حواليه ما عم يفهموه في اللي عم شوفه حاسس بالوحدة وعم يحاول يلاقي حل وسط للموضوع هذا كذلك عم شوف يا برج الدور في ترترة يعني حواليك وبظهرك وانت حاسس بالموضوع وشاكك ولكن عم تحاول تتجاهل الموضوع وكذلك في منكم اللي نفض صبره خلاص وكذلك في اللي عندو يعني مشاكل بالاخوة أو الزو أو زوجة الأخ يعني فشايفة يا برج الدور انو في عندك انتصار ورح تمسك زمام الأمور كذلك في عندك أمنية رح تتحقق فانت أزرى بالأمنية هذه يا برج الدور ان شاء الله خير ان شاء الله يتحقق الشي اللي في بالك كذلك في منكم اللي عم شوفوا انو حاسس بإحساس بالفقدان من موضوع عاطف في جوات قلبه وعم يحاول يعني يبين حاله أقوى ومتزن وصامد لأنه فعلا برج الدور هو يعني قوي ومتزن وحساس بنفس الوقت حتى إذا كانوا الناس يعني موش شايفين الصفة هذه يعني وعاطف كثير كذلك في منكم اللي واخد وقته عم بفكر تفكير عميق وما عم يحكي كثير يعني كيف ما بتشوفوا يعني بدل قاعد لحاله كثير يعني عم بفكر في طرق يعني كأنه عم بفكر طريقة النجاة أو الخروج من الموضوع هذا هو مثل يعني واخد الأمور ببساطة وهادئ ومتوكل على الله فأنت يا برج الدور أنت طالع لك ورقة الحظ وورقة في أمنيات ستار فأنت محتاج تعمل استشفاء وتتقرب من الله وأنت أصلا مرتبط بالله كثير وبالدعاء وتتوكل عليه كليا وما تخلي اليأس أنه يسيطر عليك وكمل الدعاء يعني لأنه في منكم اللي عم يدعي الله شايفاه وعني كأنه في دعوة خاصة عنده وبدو إياها إن شاء الله خير يا برج الدور فاللي عنده يعني كذلك مشاكل مع الأم وكيف ما عندكم عم تشوفوا مع الأم مشادات يعني في صعوبات في التواصل مع الأم مشاكل مع الوالدة هيك شغلات والأمور رح تكون طيبة يا برج الدور الحين يا برج الدور رح نمر لما هو عاطفي لنشوف إن شاء الله خير حقيقة أنا شايفاك يا برج الدور من خلال الأوراق هذه في تعليقات إجتني أنه ما أعمل هذا الصوت بالورق يعني طاقتك بشكل عام هي جميلة جدا كأنك متوازن بالمقارنة مع الفترة الماضية بالرغم من إنه عندي هون في شخص تعبان يعني الشخص هذا مر بضروب صعبة وحاسس حاله تعبان وكأنه إن جرح صار معه شي بس عم شوفوا يعني عم يشغل حاله بشغلات ممكن شغل البيت ممكن دراسة ممكن عمال وزعلان في منكم اللي زعلان من الموضوع وشايفاك إنسان حلو عم تعمل خير وبتفكر بشغلات حلوة وهذا الزعل شايفاك إنك كأنك زعلان على شي حدا فبشكل العام يا برج الدور شايفاك متوازن أكثر من الفترة الماضية كذلك شايفا منكم اللي مر بتجربة وتخطاها ولكن لسه مؤثر عليه شايفاك مهتم بشغلك ورغم إنه في جواتك زعل وغضب من شي صار كذلك شايفاك إنسان حلو بتعمل أعمال خير في منكم اللي زعلان على علاقة فالحبيب يا برج الدور شايفا عم يتطلع عليك وعم يراقبك فكأنك قاعد زعلان على شخص صار معه شي والشخص هذا انت شايفو كتوأم الروح فبالرغم من هالشي فشايفاك فيك يعني انت متوازن أكثر في منكم اللي بيعمل استشفاء ميديتيشن بيصلي يعني كذلك في منعزل بيعمل تأمل استرخاء أشياء من هذا النوع فأنا شايفاك متوازن رغم أنه يعني ممكن تكون خرجت من علاقة بسبب أو الحبيب تركك وراح كذلك شايفا في تواصل روحي بينك وبين الحبيب يا برج الطور أو حتى انت ممكن تكون خرجت من العلاقة هذه اكتشفت خيانة خداع أو طرف ثالث فات على العلاقة أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج كذلك شايفا منكم اللي تخلى على كل الأشخاص والأشياء التي لا يستفيدوا منها ولا تنفعوا كأنه خلاص تغيرت وأصبحت أكثر حكمة وأكثر اتزان خصوصا بعد الصراعات والتعب النفسي اللي تعررت له يا برج الطور كأنه في منكم اللي مل يعني مليت من كل شيء يعني حواليك يعني وما عد بدك صراعات تصدعك يعني تزعجك من أي نوع وصرت عايز الهدوء وراحة البال وتفكر براحة ذك أكثر شايفاك يعني عايز تعمل تغيير جو كأنني شايفا يعني في منكم اللي إما بسافر أو عم بفكر يسافر أو أنت فعلا سافرت كذلك في منكم اللي في علاقة ثلاثية العلاقة هذي نتج عنها مشاكل فمثل ما شفنا مثل ما شفنا في منكم اللي بعلاقة ثلاثية ونتج عنها مشاكل وانت قررت تبعد لحد ما الشخص هذا ياخد قرار فكأني شايفاك يعني اختفيت ولكن بعدك عم تراقب يعني الحبيب وتفكر فيه والوضع هذا كان مزعلك وبعدك كذلك يعني مزعلك يعني لسه زعلان ولكن على الأقل انت حاسس انك أكثر توازن وشايفا اللي منكم كان بيحب الحبيب كتير ومتعلق فيه كتير خصوصا انك يا برج الثور إنسان عاطفي بالرغم من انك ما بتبينش الموضوع ده وشخص طيب كتير وروحاني يا برج الثور ممكن يكون هذا طليقك يعني زوجك او حدا كان بدك ياه يكون معك والحين انتم متباعدين عن بعض فانا الشي كأنش عم شوف يعني فيه طرف ثالث موجود معكم او بيناتكم ممكن يكون الطرف هذا ايا كان كذلك عم شوف يعني فيه طاقة الدعاء عم شوف طاقة الدعاء إلا الله والتقرب منه فواضح في عندك أمنية حابب إنها تتحقق وهنا كيف ما شوفنا قلنا في موضوع الأسرة يا برج الثور في عندك أمية رح تتحقق وهنا طلع انه كأنه في عندك أمنية حابب إنها تتحقق فممكن انت تكون يعني عايز شخص معين فهناك مساعدة رح توصلك يا برج الثور رح تجيك من السماء فممكن تكون الفترة اللي فاتت كنت واخد جنب وقاعد لوحدك في كذلك منكم اللي يعني إن عزلوا شوي وبيعملوا الشفاء لروحهم الداخلية عم يقرأ قرآن إلى آخره فأنا شايف الحبيب بعد وبيفكر فيك وبيراقبك على السوشيال ميديا ومفتقدك بصراحة وفي منكم بصراحة اللي عنده رجوع في رجوع لمنكم عنده رجوع وفي عهد زواج قلت لكم في البداية انه طلعت عندي ورقة الزواج في منكم اللي عنده عهد زواج ورح تكونوا سعيدين فأنا بصراحة يا برج الثور شايفيك الفترة هذي في منكم اللي عم بمر بمفترك الطرق ولكن لسه بتفكر يعني في الموضوع فشايفك لحد اللحظة هذي طلعت من الوضع أو الأزمة على الأقل وحاسس بالتوازن النسبي وتركت شغلات يعني ما كانتش مناسبة لك ولكني شايفك لازلت في طاقة الانتدار فإذا كنت بتنتظر شخص بتحبه أو بتستنى ياخد قرار بخصوص علاقة ثلاثية يعني بخلوط زواج فحاليا في الفترة هذي لكم مش شايفة قرار نهائي في الفترة هذي يعني انه الحبيب رح ياخد قرار في الموضوع هذه لانه عم بفكر فممكن يكون في شخص بيناتكم أي في طرف تالي سواء كان زوجة أو الشخص هذا اللي انت معه يا برج الطور متزوج يعني أو حتى أب أم والموضوع هذا مش سهل عليه عشان ياخد القرار هذا كذلك عم شوفي علاقة ثلاثية ما بين برج الجوزاء و برج الطور و برج الجوزاء متزوج هذي الشغلة هذي واضحة عندي و برج الجوزاء هذي لخبرك و انا متأكدة من كلامي الناس اللي عنده النقطة هذي شايفة انه برج الجوزاء بيحبك انت كبرج الطور و بده ياك انت و بفكر فيك انت رغم انه هو متزوج وهو ضايع يعني و مش مرتاح يعني بزواجه حبي تشير هذي النقطة هذي لانه واضحة عندي فممكن يعني ياخد هيك شي حركة يبعث رسالة وشغلة لانه مش واضح عندي بالدبط هو بفكر يعمل هالشي فانا شايفاك يا برج الطور في الفترة هذي انت مهتم بالعمل بالروحانيات في اللي بيعمل تعديلات على نفسه يعني تقويم اسنان تنظيف تبييد ليزر يعني اشياء خاصة بالتجميل لانه هذي قراءة عامة فبتطلع لي شغلات حتى كذلك في منكون اللي عم شوفوا لابس ماسك واضح عندي في منكون اللي لابس ماسك بيخدع من ناس اللي حواليه كيف يعني كأنه لابس ماسك مش حقيقي يعني في منكون اللي انسحب من العلاقة واختفى وعامل حاله مش فارقة معاه ولكن هو بيحب الحبيب متباعد عنه وبيراقبه عالسوشيال ميديا وبدو يرجع للحبيب ولكن الظروف مش